ضربات أمريكية موجعة يتلقاها نظام الملالي الواحدة تلو الأخرى ضربات تشل حركته وتحكم الخناق بقوة على إيران وعدوانيتها وإرهابها ومع مرور نحو العام على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني السيء وضغوط إدارة رئيس دونالد ترامب الأشد في التاريخ على إيران أعلن وزير خريجيته مايك بومبيو تصفير صادرات إيران من النفط وإنهاء الإعفاءات الممنوحة لثمان دول من العقوبات على إيران بحلول مطلع ماي المقبل أعلن أننا لن نمنح أي إعفاءات بعد الآن نحن نتجه لتصفير صادرات إيران من النفط وسنستمر في تطبيق العقوبات ونراقب التزام الدول يجب على أي دولة أو كيان يتعامل مع إيران أن يبذل قصار جهده ويكون حذرا من ذلك ما سيجنيه لا يستحق ببساطة هذه المخاطر كما كشف بومبيو أن العقوبات الأمريكية قد حرمت إيران حتى الآن من عشرة مليارات دولار كان سيستخدمها النظام في دعم ميليشيات إرهابية كحزب الله وتطوير برامجه الباليستية وإطالة أمد الأزمة الإنسانية في اليمن الهدف لا يزال بسيطا وهو حرمان النظام الخارجي عن القانون من الأموال التي يستخدمها لزعزعة استقرار الشرق الأوسط منذ أربعة عقود وتحفيز إيران على التعامل كدولة طبيعية وبإعلان وقف العمل بالإعفاءات الأمريكية أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أعلن تعهد المملكة بمواصلة سياساتها الراسخة لاستقرار أسواق النفط العالمية إعلان أمريكي جاء بعد إسبوع واحد من دخول تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة أجنبية إرهابية حي ذات تنفيذ مع تحذيرات واشنطن من الرد بصرامة على أي تحرك إرهابي لقائد فيلق القدس قاسم سليماني أو أي ميليشيا حول العالم بعدما تم التهديد بإغلاق مضيق هرمز من جانب الحرس الثوري الإيراني الذي تولى قيادته مؤخراً الإرهابي حسين سلامي وتحت وطأت الضغوط الأمريكية القصوى على إيران توقعت خارجية تهران تفاقم التداعيات الاقتصادية وهو ما ظهر جلياً في انهيار الريال الإيراني بمجرد الإعلان الأمريكي بإنهاء الآفاءات وهامش المناورة لأي دولة إقليمية أو أوروبية أصبح محدوداً للغاية فالتعامل سيكون محفوفاً بالمخاطر والاتفاق النووي المعيب قد طويت صفحته لبرنامج هون رياض شادي أنوار أهلاً بكم لنقاش في هذا الملف ووصل مع ضيفي هنا في الستوديو الأستاذ منيف عماشي الحربي ينضم لينا من جدة المستشار في الاقتصاد والنفط الدولي دكتور محمد الصبان ومن واشنطن الكاتب والمحلل السياسي دكتور عماد عبدالهادي أهلاً بكم جميعاً أبدأ معك دكتور محمد الصباني إذا كانت دولة كالهند بدأت بتوفير احتياجاتها والتواصل مع منتجين آخرين غير إيران منهم من هم داخل أوبك ومنهم من هم خارجها ماذا عن البقية؟ هل السوق تملك القدرة على تعويض النفط الإيراني أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم أعتقد أن القرار الأمريكي جاء في وقته المناسب بعد أن أعطيت العقوبات فترة ستة أشهر مع لائحة من الإعفاءات أو الاستثناءات لكن في الواقع الآن آن الأوان للتعامل مع النظام الإيراني الذي يهدد استقرار المنطقة بالنسبة للدول التي كانت معفاة والتي أزيلت من قائمة الإعفاءات الآن بالكامل منها الصين كما ذكرت الصين اليوم ذكرت بأنها قد تستمر في استيراد النفط الإيراني لكن أنا أعتقد أنها سوف لن تستطيع القيام بذلك لأسباب عديدة منها أنها في خضم مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق تجاري يحجب أي زيادة في الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية وبالتالي وإن قالت أنها ستستمر في استيراد النفط الإيراني لكن لن يتم ذلك ثانيا أن أمامها بدائل أخرى المملكة العربية السعودية وفي إطار الزيارات المختلفة لسموه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد للصين قد عرضنا لدولة الصين بأننا سوف نمد الصين بما تحتاجه من واردات أو من استيراد من الكميات النفط التي يمكن أن تستوردها وبالتالي فالصين ليست في أزمة حتى يقال أنها كانت مجبرة ونفس الشيء بالنسبة لطبعا التركيا تركيا تعليقها بأننا سوف نستمر هو تعليق سياسي في ظل الحدة المناكفات السياسية مع واشنطن الآن نعم مزبوط دكتور عماد عبدالهادي عندما تقول واشنطن بأنه إذا لم تتقيدوا حتى للحلفاء للدول التي تربطها صداقات مع واشنطن فنحن عازمون على تطبيق هذه العقوبات عليكم هل هي أولا جادة في ذلك وهل يمكن أن تفرض هذه العقوبات بشكل يمنع أي تجاوز سواء من إيران أو من دول أخرى كالدول الأوروبية أو الصين كما ذكر الضيف من جدا أولا لا ينبغى أن يكون القرار الأخير مفاجأ لأحد لأن الولايات المتحدة منحت مهلة الشتة أشهر وكان متوقعا حين تنقضي هذه المهلة في الثاني عشر من مايو أن لن يكون هناك تجديد هذه النقطة النقطة الثانية الدول الأوروبية رد فعلها المبدأي كان أنها استشعر بالأسف لقرار واشنطن لكن ليس لأي من هذه الدول نية في الخروج على حيثيات هذا القرار ووزير الخروجية كان واضح لحين قال أن المخاطر لا تساوي قدر الفوائد التي يمكن أن تعود على من قد يفكر في المخاطرة بالخرق هذه نقطة أخرى أيضا الدول التي قد تكون أو تشعر برغبة في تجاوز هذا كما حدث على سبيل المسار رد من الصين التي قالت أن الولايات المتحدة تتجاوز بهذا القرار حدود صلاحياتها كدولة أو حتى كقوة عالمية لا أعتقد أن الصين تخاطر بذلك لأسباب كثيرة جدا هناك أيضا محادثات بين البلدين الصين والولايات المتحدة حول قضايا تجارية واقتصادية في المقام الأول ثانيا المعول عليه أو المحك الأساسي في المسألة هنا طالما أن وجدت هذه الدولة أو تلك بديلا لهذا النفط الإيراني فليس هناك ما يحفزها على أن تخاطر بأن تفعل بخلق العقوبات دول مثل فنزويلا ربما فنزويلا هي دولة من الدول المارقة التي تعاني من العقوبات بنفسها لكن ما عدا ذلك أشك كثيرا أن أي من هذه الدول ستخاطر بعلاقاتها مع الولايات المتحدة من أجل النفط الإيراني طيب سيد منيف لدينا حزمة أولى من العقوبات الأمراكية على إيران حزمة ثانية لدينا إيقاف جزء لتصدير النفط الإيراني والآن تصفير وعدم إعفاء أي دولة كيف تقيم خط سير العقوبات الأمراكية على إيران أخي مفرح الملف الوحيد من دخول ترامب إلى المكتب البيضاوي في 20 يناير 2017 طهران هو الملف الوحيد الذي لم تتغير فيه السياسة الخارجية لأمريكا كان واضح في البداية التذمر من الاتفاق النووي وأعطاء الأوروبيين 120 يوم لتعديل الاتفاق ولم ينجوه في تعديل فأعلنته تلك المتحدة انسحابها ثم كانت الخطوة الثانية في وضع الاستراتيجية الأمريكية من 12 نقطة الخطوة الثالثة كان تعيين براين هوك مسؤول عن ملف طهران الرابع كان في فرض العقوبات الأولى في أوغست 2018 ثم الحزمة الثانية في 4 نوى فنبر 2018 وإعطاء ثمان دول إعفاعات والآن ما أعلنه أمس بمبيو أنه لن يتم الإعفاعات لو تلاحظ حتى في القرار الصين مثلا الصين تستهلك 13 مليون برميل تستورد من إيران تقريبا 650 لا تشكل لها 7% وهناك أيضا بدائل 650 ألف نعم تركيا تستهلك 850 ألف برميل هي تستورد 200 ألف برميل من إيران فحتى الدول لو تلاحظ اليابان الآن تراجعت عن خطواتها الهند أيضا تصريحات وزير النفط الهندي يؤكد إلى التراجع إيطاليا وتايوان واليونان توقفوا رغم الإعفاعات توقفوا من نوفمبر الماضي فبالتالي العالم أدرك أن الولايات المتحدة عندما وضعت استراتيجيتها وصنفت طهران كعدو والصين وروسي كمنافسين لكن هذا سير العقوبات حتى قبل أن تسعى إلى تصفير صادرات النفط الإيرانية هي وفرت البدائل قالت بأن الولايات المتحدة والمملكة والإمارات ستطلع بمسؤولية تعويض الأسواق وضمان استقرار الأسعار ولكن هناك دول أخرى أيضا سستفيد من هذا وبنفس الوقت النوفمبر لو تلاحظ لم أعفت الدول الثمانية حتى لا يرزب على أسعار النفط فهي وازنت لكن أيضا الجميع أدرك أن الولايات المتحدة تنظر لنظام ولاية الفقية عدو ووضعت روسيا والصين كمنافسين ولكن دعنا نرى تصريحات بمبيو بمبيو قال في اجتماع للأمريكان من أصول إيرانية قال لهم نريد أن نرى قادة غير ثوريين يقودون الطهران فيبدو أن هذا المشهد هي العقوبات العشد الاحتياطي النقدي الآن على كلام روحاني أصبح الصفر وبالتالي هي العشد أعتقد لم تتوقع طهران أن تصل لهذه المرحلة طيب دكتور صبان بمبيو أيضا قال بأنه قرارنا أن تكون عائدات النفط الإيراني صفر هل تستطيع واشنطن الوصول إلى هذا الرقم برأيك كاقتصادي كاقتصادي أعتقد أنه يصعب الوصول لهذا الرقم لأن هناك عمليات تهريب للنفط الإيراني عبر البحر العرب وأيضا عبر العراق وعبر تركيا لكنه مستوى إنتاج الصادرات الإيرانية ستقترب من الصفر طبعا وسائل المراقبة الآن هي أفضل بكثير مما كانت عليه في السابق لكن مع هذا ونتيجة للتحالفات الموجودة مع تركيا ومع غيرها أعتقد أنه سوف لن نصل إلى الصفر لكن حتى هذا المستوى المتدني اليوم صادرات إيران لا تزيد عن 900 ألف برميل يوميا لو وصلت إلى 300 أو 400 ألف برميل يوميا هذا يشكل ضغط كبير جدا على إيران الآن نحن في ظل المليون برميل ونجد أن هناك اختناق في الاقتصاد الإيراني هناك ارتفاع في معدلات التضخم هناك تدهور في قيمة الريال الإيرانية هناك الكثير من المشاكل ولو أذعنت إيران النظام الإيراني للمجموعة الدولية ووجهت هذه العائدات البترونية لخدمة شعبها كان أفضل لها مما طيب ماذا عن الدور السعودي ماذا عن الدور السعودي وهي قالت المملكة بأنه تتابع الوضع وستعمل على توفير امدادات النفط واستقرار الأسواق المملكة هذا الرأي ليس بجديد المملكة العربية السعودية منذ عقود ماضية سواء في القرن الحالي أو في القرن الماضي كانت دائما وأبدا تتجه إلى الأسواق لسد أي نقص موجود في الأسواق ولنا كثير من الحوادث التي تمت في هذا المجال الحرب العراقية الإيرانية الحرب العراقية في دخولها الكويت إلى آخره كل هذه الأزمات التي أدت إلى انقطاع في الإنتاج العراقي وانقطاع في الإنتاج الإيراني وأيضا الكويتي في فترة من الفترات قامت المملكة بتغطية هذا النقص فهذا ليس بغريب على المملكة المملكة تبحث دائما وأبدا عن تحقيق استقرار الأسواق سواء طلب منها أو لم يطلب منها هذا هو ديدنها هذا هو مطلبها هذا هو دور القائد في مجموعة الأوبك وهو ما تقوم به حاليا طيب دكتور عماد لدينا خفض في ميزانية الدفاع الإيرانية لدينا تغييرات في القادة أولهم على رأس الحرس الثوري هل هذه باكورة غزل جديدة من قبل إيران خاصة التغييرات في الحرس الثوري حتى يقولوا بأن هناك تغيير نحن ماضون في هذا الطريق وبالتالي لا تشدد العقوبات أم هناك أسباب أخرى برأيك لا أعتقد أن إيران في وارد تخفيف أي من لهجتها أو سياستها أو موقفها إيران تراهن في المقام الأول على شيء أساسي في هذا وهو أنها تعتقد أن الرئيس رب قد لا ينجح في الفترة الثانية ومن ثم سيكون هناك رئيس ديمقراطي وتتغير الصورة تماماً وهذا بالمناسبة لم يعود حتى وارداً بعد الأحداث الأخيرة في أمريكا وتبرئة تقرير المرار هذه النقطة النقطة الثانية التغييرات معني بها بالدرجة الأولى توازنات داخل أجنحة السلطة في إيران ولا علاقة لها بالخارج بدليل أن الخطاب الإعلامي الإيراني الغوغائي لم يتغير سواء بعد تصديف الحرس السوري إرهابياً أو بعد القرارات الأخيرة ولكن اللافت للنظر هنا النقطة الهامة جداً التي قد لا يتم التطرق لا هي كثيراً حين نتحدث عن العقوبات مسألة تصفير الواردات أو الصادرات النفطية الإيرانية موجهة هذه الرسالة في المقام الأول إلى الداخل الإيراني إذا كان الشعب الإيراني يرى أن النظام لم يتخلى عن تمويل الميليشيات سواء في سوريا أو لبنان أو العراق ويواصل إهدار هذه الأموال لا شك أن هذا سيصل بالشارع الإيراني إلى مرحلة للانتفاض في وجه هذا النظام ولا تنسى أيضاً أن سواء الممثل الخاص للخارجية الأمريكية فيما يتعلق بإيران أو بومبيو أشاروا بوضوح إلى أن المساعدات الإيرانية لمثل هذه الميليشيات وتحديداً حزب الله بدأت في التقلل سنتي له في الملحة بالتالي نعم أعذرني لكن في ظل كل هذه الأمور والنقاش سياسة المملكة في ضمان استقرار أسواق النفط العالمي وتوازنها من أجل التنمية والنمو هي ثوابت راسخة العالم يعي ويدرك هذا الدور السعودين تابعاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طيب إذا كانت الإدارة الأمريكية قالت بأنه الهدف من هذه الخطوة هو حرمان النظام الإيراني من مصدر دخله الأساسي فهل يمكن أن يفرض هذا أو يوجد الاستقرار في الشرق الأوسط برايك؟ بس خلن نشير أخي نفرح أنه إدارة أوباما عطت 150 مليار دولار في الاتفاق النووي في الاتفاق 150 مليار دولار وهذا لم يستفد منها الشعب الإيراني الشعب الإيراني عندما الآن يتذمر من العقوبات عليه أن يسأل نظام ولا تلفقية أين ذهبت المية وخمسين مليار دولار بلا شك هناك رغبة خلنشوف المشهد الآخر روسيا هناك تدمر وتوتر بالعلاقات بين موسكو وطهران تعرف كيهان تحدثت من سنة عن أنه روسيا استخدمت طهران كمطية القاعدة السرية التي تفق على استخدامها أفصحت عنها موسكو بينما كانت طهران لا تريد هناك إجماع دولي وهناك توافقات دولية أنه نظام ولاية الفقية تمدد وأثر على المنطقة خاصة المنطقة الآن بحاجة لإعمار تريني دولار خلنشوف المشهد في ليبيا أيضا هناك توافقات بين روسيا وأمريكا منطقة الشرق أوسط تحظى بكثير من التوافقات بين موسكو وواشنطن ومن ضمنها المشهد في طهران بلا شك أنه سأدي إلى تقلص براين هوك تحدث أنه من 2007 إلى الآن أعطيت طهران مساحة لو تلاحظ المساحة التي أعطيتها بسبب أنه تم استخدام نظام طهران في موضوع أفغانستان في 2001 في موضوع إسقاط نظام صدام حسين فالمشهد الآن تغير يبدو أنه موسكو لم تصرح حتى الآن وبالتالي يبدو أنه فيه التوافق قدولي لكن ماذا عن إيران؟ باختصار قبل أن أذهب للدكتور صبان عن أنا الغريق وفما خوفي من البلل الآن كل العقوبات نفذت هل يمكن أن تزيد من عدوانية إيران وتنفذ بعضا من تصريحاتها؟ طهران استخدمت كل الأوراق حتى مضيق هرمز لم تقفله في يوم العيام وبالتالي هي تدرك الآن التغييرات التي حدثت في الحرس الثوري تدرك طهران الآن أنها ستعود إلى منطقة الدفاع وبالتالي العودة إلى حد كبير إلى داخل الأراضي الإيرانية وتهدية الأمور تعرف أنه مفرحهم لما يزداد عليهم الضغط يمرسل الهدوء وامتصاص الصدمة والتراجع طيب دكتور صبان يعني أعود لموضوع استقرار أسعار المترول كان هناك تصريح من الوزير الفالح بأنه في الرابع الثالثة والرابع من العام 2019 ستستقر أسعار النفط بعدما كان هناك ارتفاع ربما طفيف نتيجة فرض هذه العقوبات على إيران هل هذا واقع برأيك؟ لا أعتقد أعتقد أنه طالما استمرت الأزمة مع إيران فأسعار النفط ستكون نسبية حتى برغم يعني لو كان الوفرة الإنتاجية لدى دول أوبك أعلى من الطاقة الإنتاجية لإيران أو ما تضخه في السوق؟ نعم نعم القدرة الإنتاجية الفائضة لدى المملكة على سبيل المثال هي 2 مليون برميل يوميا وبالتالي ستغطي لا خوف على الأسواق سيكون هناك أكثر من كميات كافية لتغطية أي نقص في الصادرات الإيرانية لكن تخوفات الأسواق من حدوث صدام على سبيل المثال اليوم سمعنا إيران تهدد بإغلاق مضيق هرمك لكن هذا نفاته الإدارة الأمريكية وقالت سنتعامل معه الخوف الآن من بعض الدول قالوا بأنه ليس شح المعروض ولكن عندما يزيد الدول الأخرى ستسعى لتعويض الناقص الإيراني وبالتالي سيكون هناك فائض في العرض في السوق لن يكون هناك فائض في الواقع لا تنسى مع نمو الطلب لا ننسى مع زيادة الإنتاج لتغطية الصادرات الإيرانية كل هذه الأمور ستؤدي إلى نوع من الاستقرار لكن الاستقرار عند أي مستوى من الأسعار هذا هو السؤال وبالتالي أنا أتصور أنه سيكون هناك استقرار عند مستوى 70 دولار وهو مستوى مرض للمنتجين والمستهلكين معا وأعجبت بالثقة التي منحها الرئيس ترامب أمس لدول الأوبيك بأننا مطمئنون بأن الأوبيك ستقوم بدورها وبالذات المملكة العربية السعودية والأمارات وهذه حقيقة فأنا أتصور أن الاستقرار حول 70 دولار في الفترة القادمة شكرا جزيلا لك دكتور محمد الصبان من جدة المستشارة في الاقتصاد والنفط الدولي وصدنك